بالنسبة بقى للحاجات اللي كانت شغلة الناس اليومين اللي فاتوا الحياة وكانت حاجات صعبة جدا للأسف الشديد تعذيب الأطفال والانتقام من الأطفال بسبب الخلافات اللي بين الوالد واللي بين الأب والأم حاجة تحزن فجئنا جميعا بفيديو وبدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مبارح لسيدة وهي قاعدة تضرب ابنها بشكل وحشي وتقول له قل له قل له يجي ياخدك قل له ان انت مش عايز تعيش معايا انا مش عارف ايه وقاعدت تتلفز بألفاظ نبية وقاعدة تضرب الولد بشكل رهيب جدا جدا طبعا احنا مش هنعرض الفيديو نظرا لانه ده حقوق طفله مش مفترض ان احنا نعرض الفيديوهات اللي فيها تعذيب لكن الحقيقة الموضوع ده طبعا لقينا انتشر بشكل كبير جدا اتبعت المسؤولين كتير من حقوق الانسان بلاغ للنائب العام والدنيا تقلبت على مواقع على السوشيال ميديا على الفيسبوك كله وعلى تويتر الى ان وصلوا لمين هي لمين هو الطفل اسمه مروان ومين الام وتم القبض على الام وكان طبعا يعني منظر صعب جدا جدا انا هي قاعدة تشتم في الواد وايوة ويسيبك وانا مش ربي عيال حد وكأنه يعني مش ابنها عيال حد مين يا بني قدمة يعني انت غريبة جدا ده ابنك ويعني بيحصل كتير يعني اعتذر يعني اذا كان فعلا بيحصل كتير انه بناء على يعني ان في رجالة كتير بتروح وبتسيب مراتاتهم واولادهم وبيروح يتجوزوا جوازات تانية ويسيبوا العيال يعني ومصرفوش عليهم والكلام ده كله فهل انت كأم المفترض انه ده انت تشكري ربنا انه هساب لك عيالك معاكي انك انت في حضنك عيالك وتربيهم لكن اللي انت عملتي ده ده كان حاجة فوق الوصف الحقيقة يعني ايه ده ده تجردت فعلا من كل مشاعر الامومة وتضرب فيه بهذا الشكل وتعد تتكلم بألفاظ صعبة جدا في الولد وكل ده ليه انتقاما من الاب بتنتقمي من ابوه فيه ده ابنك حتى منك المفروض فكانت يعني فعلا حاجة غريبة جدا بجد بصراحة اثر فيه جدا واثر في ناس كتير قوي قوي عشان كده زي ما بقولكم انتشر بشكل كبير جدا بالفعل طبعا اتقبض عليها الاول كان فيه تصريحات للاب بانه هزي السيدة حتى اخوتها مش عارف مش بيتعاملوا معاها من كتر ما هي الشريرة وبتعمل حاجات كتيرة جدا وبتضرب الولد باستمرار وبتعذبه وبعدين بتقول بعد كده هو انا يعني عملت ايه وانا حرقته بمية نار يعني ايه يعني انها كانت بتفيه الشغل لها في الولد شوفوا يعني فيه تعبير مش قادر اقوله يعني لما حضراتكم تشوفوا الفيديو وتسمعوا ده التعليق بتاعها ان ايه يعني هو انا حرقته بمية نار ايه يعني ايه فيه ايه يعني ان انا قفلش غلي بالولد يعني ابني بقى انا حرة فيه انتوا عايزين ايه مني طبعا يعني صراحة كان حاجة مستفزة جدا قالت انا مش مجنونة هو الطاليق اللي بيحاول استفزازي وسبني بقى بشع الكلمات وانا كان لازم احرق قلبه على ابنه تحرق قلبه على ابنه وبتقوالت حسب الله انه يعمل وكيل فيه يعني يا سبحان الله بتحرقي قلبه على ابنه وده مش ابنك مش حاسة انت باي حاجة ناحية الولد ده طبعا الحاجات دي بتحصل كتير للأسف وشفناها كتير في الفترات اللي فاتت ربنا يعني يرحم بجد انه يحصل ده واحنا طبعا ده في اخر الايام زي ما حتى الانجيل قال يعني المهم انه يعني مازال التحقيق معاها مستمر وهنشوف اين لها يحصل وفيه محاولات برضو بالتواصل مع وزارة التضامن ان يتم اداع الولد في يعني دور عائلة لانه برضو الاب لا يستحق الحقيقة لانه الاب برضو احنا هنا يعني ما هو اكيد فيه استفزاز وفيه مور كتير وقال لك يبتاخد مني نافقة مش عارف الفين ومئة جنيه بس انت برضو في نفس الوقت يعني وقال لك القانون ومش القانون والكلام ده كله وهي اللي مش عايزيني اشوف الولد لكن في النهاية انت تركت ابنك او يعني اذا كان لك ولاد تانية وروحت برضو لموت عيتك الشخصية فاحنا يعني لا الاب ولا الام دول صالحين فعلا ان هما يستحقوا اساسا هذا الطفل كمان كان فيه برضو وقع تانية برضو يعني الحياة برضو يعني كان فيه حزن كبير لوفاة هنا وسليم برضو على مواقع التواصل اجتماعي انتشر بقوة والحياة طفلين زي الامر ربنا يعزي ابوهم واموهم واسرتهم يعني فإلا حصل الاول قال لك انه ماس كهربائي انه شاحن هما كانوا بيشحنوا الهاتف المحمول في قضتهم وحصل ماس كهربائي وحصل حريقة واختناق للاطفال فالموضوع اتضح انه اللي هو بيسموه مش الشاحن نفسه ولكن المشترك المشترك اللي هو بيتحط فيه الشواحن يعني ويتحط فيه اكتر من فيشة فتقال انه حصل ماس كهربائي في المشترك ده نفسه ده لا يعني انه امان يعني موضوع لا فيه موبايلات كتيرة بتنفجر وحاجات كتير بتحصل بسبب موضوع الشحن الجنب السرير او في قط النوم فخلوا بالكم الموضوع ده بصراحة بالنسبة لموضوع الشواحن ده على جانب الواقع دي لكن الواقع دي كانت مؤثرة جدا والد الطفلين كان بيقول ان هنا وسليم كان نفسهم يعيشوا في مصر وديني راجع عشان قدفنهم كان عمل بدخلة مع واقل الابراشي وتكلم عن هذه الواقعة بانه هو كان خرج لعشر دقايق فبتكلموه قالوله انه في دخان طالع من البيت عندك وبعدين قال هما كانوا نايمين وكان عندهم مدرسة ولما نزلت من البيت لقيت صاحب الكمباوند بيقول لي في دخان في الشقة فقلت له انا راجع وقسر الباب ودخل وكانت المفاجأة طبعا انه شاف ولاده كانوا فرقه الحياة وبيقول ان هما كانوا عايزين يعيشوا في مصر وديني راجع بيهم على ادفنهم في مصر يعني بيقول اولادي ملايكة ما عملوش اي حاجة هنا عشر سنوات وسليم ثمان سنوات وهو كان شغال في السعودية من خمس سنوات صعبة جدا ربنا يعزيهم يا رب كمان في مصري توفى بالكويت قفز من الطابق العاشر هربا من الترحيل يعني انت بتهرب من الترحيل لفين طيب يعني ازاي انت متخيل انك هتقفز من الطابق العاشر عشان ما تترحلش للدرجات يعني انا مش عارف اقول ايه بس وزير قول عاملة محمد سعفان كان بيتكلم عن انه بيتابع المستحقات المالية للعامل المصري واللي توفى من خمس ايام ويعني حاجة صعبة جدا على الجانب التاني برضو كان فاكرين مختصب طفلة البامبرز بدأهلية اللي كانت عندها شهور وتم تنفيذ حكم الاعدام في هذا المجرم ايضا يعني ابراهيم محمود 35 سنة كان متهم باختصاب الطفلة جانا كان عندها عشرين شهر وقتها كان انتشرت القضية وعرفت اعلاميا باسم طفلة البامبرز وجد طفلة البامبرز كان بيتكلم برضو بعد كده يعني بعد هذا التنفيذ الاعدام الحمد لله حقنا رجع برضو كان فيه شهيد للشهامة سمير محمود برضو انتشرت قصته ساكن في شارع الكنيسة الفرنسية وعزبة النخل كان نازل من بيته وشايف اتنين بيتخنقوا فبيحاول يخلص ما بينهم بيحاول يفتح الشارع وبيقول لهم خلاص وقمشوا واحد منهم بقى قالوا طب انت بتتكلم معي ازاي وانت اللي بتقول لي امشي محدش تجلمني كده راح جايب اخواته وجايب شوية بلطجية معاه اسمه عادل ابو هشيمة وللأسف ان هو طعن سمير والطعنات قدت لوفاته فحاجة بصراحة احنا في عالم صعب جدا برضو ناس تاني كان فيه كلب غلبان شكله بس ان فيه شعر شوية في وشه الناس فكروا اسد فراحوا جايبينه قاعدين يعزبوا فيه والكلب كان قاعد يعني ما بيعملش ام قاعدين يضربوا فيه بالطوب يضربوا فيه بالطوب لغاية ما توفى وقاعدوا كده زي يعني حاجة مش عارفة اقول لكم ايه بس معلينة ام قتلت طفلايها بجرع الدواء هربا من زوجها حاجات كده بتحصل في المجتمع غير طبيعية يعني بصراحة وربنا يا رب يرحمنا النهاردة الرئيس السيسي وكاريناتو كانوا بيشهدان افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم بشرم الشيخ وكان فاكرين الطفل جون اللي هو كان ضحية التنمر كان شايفين في الصورة اهو وبيكلس بجوار السيسي بعد ما كان انتشرت قصته وتم دعوته ان هو يحضر مؤتمر اه او منتدى اه الشباب فدي حاجة من الحاجات الجميلة طيب بالنسبة بقى للامر الخاص بالاحداث اللي حصلة على مستوى العالم اللجنة القضائية بالكونجرس الامريكي اقرت بانه اتهام توجهت لترامب اتهامه باستخدام السلطة وايضا اساقة استخدام السلطة وهي محاولة استغلالها لمصلحته الشخصية الخطوة التانية انه هيكون بعد كده هيبقى فيه تصويت لأعضاء الكونجرس طبعا احنا متوقعين عضاء الكونجرس لانه اغلبية ديمقراطية فهيبقى التصويت لصالح الاستمرار ومحاكمة ترامب لما هيروح عند المجلس الشيوخ اتقال انها تبقى محاكمة سريعة وفي نفس الوقت هيكون فيه الموضوع الخاص طبعا بعدم عزل ترامب بالنسبة الانتخابات البريطانية كان فيه فوز صاحق للحزب المحافظين بقيادة بارس جونسون وبالتالي هناك اقتراب من الخروج من الاتحاد الاوروبي واللي وعد جونسون انه هيكون في 31 يناير ان شاء الله بالنسبة برضو للجزائر فاز عبد المجيد تابون واصبح رئيسا للجزائر بالرغم من معارضة الحراك والمتظاهرين اللي بيكانوا بيجتمعوا كل جمعة حتى بعد فوز عبد المجيد تابون وهو كان رئيس وزراء صابق كان قاعد بس 3 شهور في رئاسة الوزراء ولكنه له تاريخ سياسي كبير بالنسبة برضو كان فيه كمان عندنا في ليبيا حفتر اعلن بدء معركة حاسمة وتقدم نحو قلب ترابلوس وقال ان هو لفك اسرها ودعا قواته لخوض المعركة الحاسمة للسيطرة على ترابلوس وكان بيدعو كل المسلحين ان هم يسلموا اسلحتهم فيه برضو تدريبات في مياه البحر المتوسط بعد الاتفاقية اللي كانت ما بين تركيا والسراج وهنشوف طبعا هل سينجح خليفة حفتر في انه يعني يسيطر على ترابلوس وتسقط حكومة السراج ده اللي هنشوفه طبعا في الفترة اللي جاية ان شاء الله كان طبعا فيه احداث وحاجات تانية برضو كنا نفسنا نتكلم عنها بالنسبة للعراق ولبنان ولكن الامور صعبة بنصلي من اجلهم وان شاء الله في الحلقات اللي جاية نكمل معاكم الاحداث الخاصة بالشرق الاوسط والعالم ينتظرونا والمزيد وان شاء الله يوم الاتنين ومارا الاحداث الى اللقاء